وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد ربي يسر وأعن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني ويا مفقه سليمان فقهني حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات تفضلي ومعلي قم علي السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله أيها الله مرحب أختي أيها السلام عليكم الشيخ عليكم السلام تفضلي أختي أنت عليها وتفضلي إن شاء الله أسألي تفضلي إن شاء الله أنا بغيت أسأله ما أسمي الشيقرة أبو حرامها على حوة وآدم إن شاء الله إن شاء الله عندك سؤال ثاني أيها ها ها تفضلي شيء حرما بغيت حلولدها بنت وقال ما مستعد قال أنا ما مستعد حل هذه البنت وبعدين هي زالت علي قاتلوا أنا يوم تخطب مرة ثانية ما أسير بيك حالك ما أسير بيك لكن توعد مو تسوي إذا راحت بياء مو تسوي أم علي كيف هذا السؤال الثاني تقولين حرما إيش عندها خطبة بنت خطبة حلولدها بنت حرما حلولدها خطبة حلولدها حرما وقال أنا توما مستعدة خط حرما ما أريد وهي ذلك البنت بايت إنها حالو وتوعاد هو يدور حالما ويقول لها أنه قوم بياي قاتل أنا ما أسير بيك حالثة ما أسير بيك كيف مو تشوي حلفت أن ما تروح لهم حلفت ما أروح بيك والله ما أروح بيك يوم تروح تدور غيرها واللي مو استعدة من البنت قالت أنا مو مستعدة ولا أمها أمه قالت أنا ما أروح بيك يوم تروح تدور غيرها أنا ما أروح بيك والله ما أروح بياتي وكيف عليها ما عليها عادية يعني أم الولد قالت والله ما أروح أي بيت أخطب لك أيوة طيب أبشر يا أم علي إن شاء الله مرحبا أختي مرحبا تفضي لي عفيفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عفظك الله شيخ النطاط مرحبا أنت تذكر السؤالي اللي سألتك المرة لفاتت الأختي اللي قالت ابنها متوفي وعندها ثلاثة بنات عندها بنات يعني اللي ولدها توفى وهي وزوجها هي رثو لأن ما عنده ولد فتقول لحين توفى زوجها يعني توفى زوجها والزوجة الزوجت يعني مرة ولدها الزوجت وكيف تحيني هو ما فيه ورث خلال الراتب حق الولد أضم أنا أعتقد هو الراتب بس ما عنده شيء تاني هذا الراتب هو اللي تولتع بين البنات والجدة أختي عفيفة تتكرمين علي وتعيدين لي لأن الناس يعني أنا والله السؤال تعرفين أسئلة يوميا بالمئات تعيدين السؤال لو سمحتي طيب أختي اللي تقول يعني ولدها توفى وعندها ولد عنده ثلاثة بنات يعني ما عنده ولد هو عنده بنات أي بنات ما عنده ولد طيب عنده زوجة خلف زوجة وأم وأب أيوة وأم وأب طيب الأب توفى ده حين طيب الأب توفى وزوجة تزوجت باقي البنات بس أي البنات باقيوا طيب طيب الآن تسأل الجدة تقول أنا لي نصيب من تركة ابني يعني هو البسر الراتب الراتب نعم بسر راتب والأب توفى يعني زوج الجدة توفى الجدة توفى كمان زوج الجدة توفى نعم كيف توزع يعني هذا بين البنات والأم البنات والجدة أختي عفيفة الآن اللي سامحيني بس أختصر لك سؤالك أنت تقولين فيه ولد عنده زوجة وما عنده إلا بنات توفي وترك زوجة وبنات وأب وأم زين الآن التركة انتقلت للأب وللأم وللبنات والزوجة الآن الأب اللي هو جد البنات توفي بالنسبة للراتب تسألين هل الراتب الآن يوزع على والده والد المتوفى هذا سؤالك لا يعني الوالدة والبنات ولا أم تزوجة طيب ما خعب الزوجة والبنات هذو المخذين ما خذين أنت تسألين تقول الأم تشاركهم ولا لا هذا سؤالك طيب عندك سؤال ثاني حق الأب وخراف طيب طيب عندك سؤال ثاني أيوة سؤال الثاني أخت لها أخ من الأم أخت لها أخ من الأم وتوفي وهو عنده بنت بس يعني هذه أخته ترثه ولا لا يقولوا أنه عشان أخت من الأم ما ترثه طيب يا عفيف أبشري السؤال الآخر لو سمحت يعني عائلة رحوا يعني خرجوا وقارج السعودية وأخذوا قدامتهم معاهم والخادمة بعد يومين ثلاثة توفت برة برة السعودية يعني ما عندها أحد لا أم ولا أبو الخادمة ما في غير أقوها واحد أخو بس عندها لما طلبوا من أقوها قال أرسلوا الجثة يعني نبغاه نشوفها لأننا مغايب عندهم خمسة سنين وأرسلوها ودحينا يعني عندها أغراض في البيت أغراضها هي في البيت يعني مجموعة الأغراض حق تحت خمسة سنين تجمع فيها مسكينة تقول أولادها يقولوا لها يعني قلنا نرسل هذا أغراضها يعني يعني يعتبر كان نزيد تركة للأخو هذا فالأم تقول إحنا يعني كلفنا كثير يعني أرسلوها بحوالي أربع آلاف يورو أرسلوا الجثة يعني يعني أبيعوا أغراضها وأرسلوا الفلوس والأولاد ما هم راضين تقول وأغراضها في أشياء يعني تهمين ذهاب شيء والله ما يدعو يقولوا شنطتها مقفلة يعني خمسة شنط كده كلها مليانة أمو شكله ملابس واللي طيب أم علي بارك الله فيها من عمان تسأل تقول ما اسم الشجرة التي أكل منها آدم وأكلت منها حوى أختي أم علي بارك الله فيك بالنسبة بالنسبة للشجرة التي منع الله عز وجل وحرم على آدم وحوى الأكل منها هذه لم يرد في القرآن ولا في السنة اسم هذه الشجرة وإنما وردت في روايات إسرائيلية وبعدين يا أخت الفاضلة ما الفائدة من معرفة اسم الشجرة ما في فائدة الفائدة هي أن يعلم الإنسان بأنه يجب على كل مسلم أن يطيع الله عز وجل وأن لا يعصيه وأن من عصى الله فإن للمعصية شؤم المعصية لها شؤم ومن شؤم المعصية أن نزل آدم وحواء من الجنة إلى الأرض هذا من شؤم المعصية ولذلك كل معصية لها شؤم فهذا الدرس يا أخت الفاضلة وهذه العبرة التي نأخذها من قصة الشجرة ولو كان لذكر اسم الشجرة فائدة لذكرها الله عز وجل في القرآن ولذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة فلذلك الإنسان دائما ينبغي بل يجب عليه أن يهتم في الأشياء التي تنفعه وتفيده وتضيف إليه إضافات شرعية وكذا و أيضا يتدبر تدبر القرآن ما ذكر الله عز وجل قصة الأكل من الشجرة إلا للعبرة لأنهما الشيطان وسوس لهما و قاسمهما إني لكما لمن الناصحين و أن هذه الشجرة إذا أكلتم منها فإنكم ستخلدون هنا و العياذ بالعصر والله عز وجل فحصل ما حصل ولذلك أي ذنب له شؤم و العياذ بالله شؤم المعاصي خطير هذا فيه حرمان من كثير من الأشياء فانتفعي بالدرس يا أخت الفاضلة وتركي البحث عن الإسم أم علي من عمان تقول يعني هناك امرأة ذهبت تخطب لولدها و بعدين تفاجأت قالوا لها بأن البنت غير مستعدة و الشيء و هي حلفت قالت أنا ما أروح مرة ثانية أخطب لك حسب ما فهمت من سؤال الأخت أم علي تقول الآن ماذا تفعل أختي أم علي بارك الله فيك بالنسبة لهذا الولد أسأل الله تعالى أن يسر له الزوجة الصالحة وبالنسبة لهذه الأم حلفت يعني في ساعة انزعاج من كون أهل البنت ردوها الآن تذهب وتبحث لابنها عن بنت صالحة طيبة وتكفر عن يمينها تكفر عن يمينها و هي إطعام عشرة مساكين تطعم عشرة مساكين و إذا ما استطعت الإطعام ما عندها قدرة مالية تنتقل إلى صيام ثلاثة أيام و الله عز وجل قد يعني فرج عنا و جعل لنا تحل للقسم و هي كفارة اليمين فقولي لها تطعم عشرة مساكين إن لم تستطع صامت ثلاثة أيام عفيفة من السعودية تقول في ولد عنده ثلاث بنات توفي رحمة الله عليه و بعدين ورثه أبوه و أمه و أمه و أبوه و كذلك زوجته و بناته تقول كان هناك راتب ينزل الآن توفي الأب يعني له جد البنات تقول يعني هل الآن الراتب ينتقل أيضاً كما أن الزوجة تأخذ و البنات تأخذون كذلك الأم التي جدت البنات تأخذ أختي عفيفة بارك الله فيك بالنسبة لي الولد الذي توفي تركته من حصر في أبويه و في زوجته و بناته أما البنات فيأخذنا الثلاثين و أما الزوجة فتأخذ الثمن و أما الأم فتأخذ السدس و الباقي لأب و بالنسبة لموضوع الراتب هذا يرجع فيه إلى نظام التقاعد و المعاشات هيئة المعاشات و التقاعد هي التي تفصل في هذا فإذا كانت هيئة المعاشات و التقاعد تقول للراتب هذا و الراتب الذي بعد الوفاة هذا للزوجة و الأولاد ليس للوالدين الحق في المشاركة معهما أما إذا قالوا لا للزوجة و للأولاد و للوالدين نعم فإذا كان الأب استحق هذا بالنظام الموجود في هيئة المعاشات والتقاعد وكذلك الأم الآن توفي الأب بالنسبة لمسألة القسمة يراجع فيها هيئة المعاشات والتقاعد فالآن سيزيدون من حصة الأم من نصيب الأم لأن نصيب الأب الآن رجع إلى الزوجة والبنات والأم فسيزيدون فأنت أخت الفاضلة وصيها تذهب إلى هيئة المعاشات والتقاعد وأظن هناك فرع في مكة أو في الطائف وتسألهم تقولهم والله حصل كذا وكذا وهذا سك الوفاة هذا سك الوفاة ما العمل هم الآن يقررون لأن هذه أخت الفاضلة بالنسبة للراتب التقاعد الذي يجري بعد الوفاة هذا ليس تركة لا يعتبر تركة وإنما يرجع فيه إلى النظام الذي وضعه ولي الأمر فيما يخص هذا الجانب فأحيانا قد يعطى مثلا للأخت مثلا عفوا يعطى للولد حتى يبلغ فإذا بلغ رفع عنه يعطى للبنت حتى تتزوج فإذا تزوجت رفع عنها وهكذا بارك الله فيك عفيفة من السعودية تسأل تقول هناك أخت لها أخ من الأم وتوفي وعنده بيت هل تريثه أخت عفيفة بارك الله فيك يعني أنت ذكرت جواب على سؤال وقيل لك ولذلك أخت الفاضلة مسائل الإرث حساسة ودقيقة ولذلك يرجع فيها إلى المحاكم والحمد لله المحاكم لها أقسام فيما يتعلق بالتركات فأحيانا قد يكون هناك وارث قد يكون هناك من يحجب فلذلك يراجع فيها المحاكم بارك الله فيك عفيفة من السعودية تسأل تقول هناك عائلة سافروا إلى خارج الدولة وأخذوا معهم الخادمة تقول سبحان الله الخادمة توفيت معهم في السفر أرسلوها تقريبا قال أخوها لابد من إرجاعها كلفهم أربع ألاف يورو تقريبا تقول الآن عندها أغراض وهي من خمس سنات وتجمع في هذه الأغراض تقول يعني كيف ترسلها تقول هذا يكلفهم مبالا كثيرة ويخسرهم أيضا وأيضا تقول اخترح بعضهم بأن تباع ثم تحول النقود عن طريق حوانا أختي عفيفة بارك الله فيك بالنسبة لي هذه الأغراض التي تركتها الخادم هذه أمانة عندكم أو أمانة عند الأسرة التي توفيت عندهم الخادم أمانة عندهم يجب عليهم أن يحافظوا على هذه الأمانة فالله جل وعلا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أد الأمانة إلى من اتمنك فهذه أموال قد يكون فيها ذهب قد يكون فيها أشياء ثمينة ولذلك الواجب عليهم أن يرسلوا هذه الأشياء إلى أهلها الواجب عليهم أن يرسلوا هذه الأشياء إلى أهلها أو يستأذنون أهلها ويقولون لهم في شنطة فيها ثياب وأغراض ما رأيكم نفتحها ونبيع هذه الأشياء ونرسلكم قيمتها لا بد من استئذانه وإلا الأصل أن تذهب الأغراض وكفيل الخادمة يتحمل هذا الشيء لأنه موقع على شرط في العقد ولذلك ويتحمل هذه الأشياء فأغراض الخادمة تذهب إلى أهله في خطوة أولى ويستئذن أهلها بأن والله عندنا أغراض عندنا عفش لها عندنا شنطة مثلا ما رأيكم نبيعها ونرسلكم قيمتها أو نسلمها سفارتكم مثلا أو يعني حسب ما يعني يقترحون إذا والله أصروا أن ترسل لا يلزم أهل المكفولة هذه بإرسال هذه الشنطة فضل يا محمد محمد اللهم عليك يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله كيف الحال يا شيخ عندي سؤالي فضل فضل يخل المجوج وعندها عيال وصعير مشاكل مع الزوجه هل إذا طلق ياثم في العيال الموجودة في العيال الصغار سؤال الثاني من مبدأ كلكم راعي وكلكم مصولة عبعية يعني إذا الواحد مثلا رب أسرة سواء كان مسؤول على زوجه أو على العيال وإناصحهم في تقصيرهم وإلى آخره انقصروا وما سمعوا الكلام هل المسؤول ياثم في هالحالة أو يعني هو عليه المصيحة وباقي الأمور عند رب العالم إن شاء الله يا محمد الله يزعك خير نرحم نرحم تفضلي علي السلام عليكم عليكم السلام تالله يخلو سمعت عن نيوة أربعة السؤالة تفضل سواء الأول سمعت نطيقتك بيوم الخميس عن قطيئة الرحم يعني تأثرت باللقابة لأن أنا وأخوي الكبير من خصومة يعني عسى تصالحته لا بعد بسببت أن يعني تحكم فيني بتصرفات يقول لي لا تسوي كده فلما خاصمت يعني يعني ما يقول هو بصوبة بصوبة يعني الآن يعني تأثرت بالنصيحة ما الحق كيف سوي يعني إذا صالحت يريد نفس الشيء نفس قبل يعني تحكم فيني كده شعال يعني كيف سوي يعني 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 ساكن معكم ساكن معكم في البيت أيوة معني في البيت طيب يا علي ثالث ثاني صحيح ملك الموت يسلم يعني يعني يقول السلام عليكم على الشخص الذي يعني يريد أن يقبض روح أو يخبره أنه يقبض روحه طيب ثالث ما حكم مراقبة الخدامة يعني بالكاميرات المراقبة في البيت لأن بعضهم بعض الآلات يخلون يعني الأطفال معها في منزل عليهم دوامات وهذا يعني لكي يعني يطمنون على الأطفال لأن الحواد يتي رصاد مع الخدم يعني مع الأطفال نعم السؤال الرابع السؤال الرابع هل ورد يعني عن فضل صغفر الله بهريرة وأمه إن شاء الله يا علي أشكور بارك الله مرحبا يا علي طيب وعلى عظم عقد النكاح قال سبحانه وتعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وقال جل وعلا عن الزوجين قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة قال جل وعلا لهم لباس لكم وأنتم لباس لهم النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية العشر بين الزوجين وهذا في القرآن وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولذلك الأصل في الحياة الزوجية الاستمرار والبقاء والديمومة وأن يتجاوز الزوجان كل العقبات التي ممكن أن تحول بينهم وبين استمرارية الحياة الزوجية وطبيعة الحياة الزوجية فيها مشاكل يعني الأصل في الحياة الزوجية ما سلم من هذا بيت حتى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ما سلم وقد سجل هذا القرآن يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكنا وأسرحكنا سراحا جميلة وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدى لمحسنات من كنا أجرا عظيمة والمقصود أخي الفاضل بأن الحياة الزوجية طبيعي يحصل فيها ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى الزوج بالصبر أوصى الزوجة بالصبر أوصى الزوج بأن يؤدي الحقوق لزوجته وأوصى الزوجة بأن يؤدي الحقوق لزوجها إذا والله الزوجان وصل إلى طريق مسدود وتعسرت استمرارية الحياة بينهما وأصبح هناك من النفرة الشيء الذي لا يطاق لا يطاق شرع الله الطلاق الطلاق ولله الحمد مما شرعه الله الزوجة المتى ليس على سبيل العبث واللعب كما هو حاصل لا عندما فعلا يقتنع الزوج وتقتنع الزوج عدم استمرارية الحياة الزوجية بينهم فيطلق طلاق السنة ما هو طلاق السنة يا محمد يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلق واحدة فقط ويتركها ثلاث حيض إذا كانت من دوات الأقراء أو ثلاثة أشهر لأنه كل شهر في مقابل حيضة فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أو خرجت من الشهر الثالث بانت منه بينونا صغرى لا يحل له أن يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد وجميع أمور النكاح الجديد قضية أنه والله مسألة الأولاد الأصل أن الرجل يصبر لأجل الأولاد الأصل في الزوجة أن تصبر لأجل الأولاد يعني لا بد من تضحيات مثل ما يقولون لا بد من تضحيات لأجل الأولاد لأن الطلاق في الغالب يؤثر على الأولاد على الذرية يؤثر عليه تأثيرا سلبيا ولذلك في الغالب في الغالب أن الطلاق ينعكس ضرره على الأولاد في المقام الأول قد ينعتق الرجل من المشاكل قد تنعتق المرأة من المشاكل لكن الضحية من الأولاد ولذلك للأسف أيضا قد يكون هناك حرب بين الزوجين ويجعلون الورقة التي يعني فعلا يحرقونها لأجل قضاء أوطارهم وإشباع غرورهم الأولاد فالأم تأخذ الأولاد تقول له مع السلامة وتمنع الزوج والعكس أيضا بعض الأزواج يأخذ الأولاد ويمنع زوجته أو أنه يضع عراقيل في قضية رؤية الأم لأولادها والأم كذلك تضع عراقيل والضحية هؤلاء الأطفال المساكل لكن إذا والله الحياة الزوجية تعسرت وأصبح من غير الممكن الاجتماع ومن غير الممكن البقاء هذا مما يعني شرعه الله عز وجل ويبقى قضية الحضانة والنفقة وأداء الحقوق للأولاد هذا مهم جدا بحيث أن الزوج لا يجوز له أن يعاقب زوجته بأولاده وإنما ينفق عليهم ويربيهم يختارهم مدارس الطيبة الرفقة الصالحة ويعتني بهم فإذا والله يا محمد وصل الزوج إلى مرحلة ما يستطع فيها البقاء مع زوجته شرع الله تعالى الطلاق قال تعالى الطلاق مرتان قال تعالى فإن طلقها قال تعالى يا أيها النبي وإذا طلقتم النساء فالطلاق موجود الحمد لله لكن متى إجراء أخير وحل نهائي يلجأ إليه الزوج إذا تعسرت الحياة الزوجية محمد بن العين يقول صحيح أن كل راع مسؤول عن رعيته يقول طيب إذا كان الأب ينصح أولاده ويوجههم وكذا لكن ما يستجيبون هل يقع في العثم محمد بارك الله فيك مثل ما ذكرت بالنسبة للأب لا شك بأنه راع في أسرته والله تعالى سائله يوم القيامة عما استرعاه ولذلك قال الله جل وعليا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أو ضيع الحديث الآخر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها والحال أخي الفاضل من حيث الإثم والأجر إذا اجتهد الإنسان ورب أولاد تربية صحيحة مستجيبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام الذي وجهنا وأرشدنا وعلمنا كيف نربي أولادنا منذ نعومة أظفارهم مروا أولادكم بالصلاة وأبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع ومانح لوالد ولدا مثل حسن الخلق إذا فعلا اجتهد في هذه المرحلة وتعب على أولاده ثم بعد ذلك يعني الأولاد تغيرت أحوالهم فهو مأجور غير مأزور له الأجر والثواب وليس عليه الإثم والعقاب أما إذا أهملهم وتركهم وسيبهم ثم جاء بعد ما حصل أن استوى عود كل واحد منهم وأصبح بالغا ثم الآن يحاول أن يربيهم كما هم صغار ما يستطيع في الغالب ما يستطيع ولذلك هو آثم على التقصير في المرحلة الأولى لكنه مأجور على قضية تدارك ما حصل ومحاولة نصيحتهم وإرشادهم ولا يؤثم على مثل هذه النصيحة والإرشاد والتوجيه لكنه مسؤول أمام الله عن الفترة الماضية التي ترك أولاده سيبهم سبحان الله العظيم سنة الله في الخلق والعباد أن من اجتهد على أولاده في الصغر في الغالب ولله الحمد والمنى أنهم يصلحون في الكبر حتى لو مروا بمنعطف في حياتهم مروا بحالة يعني من المراهقة التي صرفتهم عن طريق الحق يرجعون يرجعون سبحان الله العظيم ولذلك الاجتهاد يكون في بداية حياة الأطفال يجتهد عليهم اجتهاد عظيم عمهم من أخي الفاضل هذا ما يمنع أن الإنسان ينصع ويتلطف ويتخذ الأساليب التي فيها إقناع للأولاد وفيها تحبب إليهم ويدعو الله لهم لا ينسى الدعاء الدعاء شيء عظيم النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة والله تعالى قال في كتاب العزيز وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم للأسف كثير من الآباء والأمهات يستهينون بالدعاء أو يدعون يقولون ما نشوف في الواقع شيء أنت ما عليك الهداية بيد الله أنت الآن مكلف وأنت مكلف بالدعاء ادعوا أكثر من الدعاء يكفي أنكم في عباد يكفي أنكم في عباد وبعدين مسألة الاستجابة هذه ليست إليكم هذه لله عز وجل أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء علي من عمان بارك الله فيه يقول أنا تأثرت في جواب في حلقة سابقة فيما يتعلق بقطيعة الرحم يقول بيني أخوي الكبير قطيعة بسبب أنني خاصمته لأنه يتسلط علي ويتحكم فيني وشيء من هذا القبيل يقول الآن أريد أن أرجع إليه لكن خايف في قضية التحكم فيها ويعني في تصرفات وشيء من هذا القبيل يا علي بارك الله فيك الحمد لله الذي فتح على قلبك والحمد لله الذي وفقك لأن تنتبع إلى مثل هذا الأمر لأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع كثير من الناس الآن ندم ندما شديدا لماذا لأنهم دخلوا في هذا الذنب وهذه الخطيئة فمات المقابل كيف الآن يستسمح منه كيف الآن مثلا يطلب الحل راح إلى الدار الآخر ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك سارع إلى الرجوع ارجع العلاقة مع أخيك وليس بالضرورة أن تكون علاقة يعني علاقة قوية لدرجة أن يوميا لابد أنك تشوف أخوك ولا ترى أخاك ولا يحصل لقاء مثلا لا خلي مسافة ما دام أخوك عنده نوع من السلطوية ونوع من التحكم ونوع من الغرور أعطيه فرصة أو اجلس معه كلها الآن أنا أنا وإياك أشقى ولا أريد أن أستمر في هذا الطريق المظلم الشائك الذي حرمه الله وحرمه النبي عليه الصلاة والسلام أنا حاب أرجع إليك بشرط أنك ما تتحكم فيني أنا ولله الحمد راشد أنا ولله الحمد عندي تصرفاتي اللي مسؤول فيها أمام الله وأمام القانون أنا ولله الحمد لست من يحجر عليه أو يقيد هذا الكلام هذا لازم يسمعه لا بد يقرأ سمعه هذا الكلام وقل له رجاء أنا كما أني ما أتدخل في حياتك في تصرفاتك لا تدخل إلا في النصيحة يا علي لا انتبه لا تروح للبحر البحر هاي جي اليوم جزاك الله خير نصيحة طيبة يا علي لا تروح البر البر في سيول أو لا تروح الأودية في سيول جزاك الله خير أما تقول لي ما تطلع للمسجد وما تطلع لحلقة العلم لا اسمح لي قل له الكلام هذا إذا والله استجاب استجاب أعتقد أخوك نفس الشعور يراود لأن هذا سبحان الله ترفض يعني النفوس الطيبة الطاهرة ترفض العقوق ترفض القطيعة ما ترتاح قلقة فلذلك قد تجد عنده نفس الشعور ودهن يرجع العلي لكنه مبقادر مبعارف كيف يرجع فأنت الله يبارك ارجع لأخيك وإذا شفت أصر على ما هو علي اجعل مسافة سلام سلام عليكم عليكم السلام في اليوم الجمعة مثلا اجتماع العائلة في المناسبات مثلا بهالطريقة خلي مسافة بينك وبينك وأنا أرجو أن أخاك يعني يكون قد عاد لرشدي وترك مثل هذه التصرفات التي لا تتناسب معه واستمر وإن شاء الله الله يبارك لك ويوفك إن شاء الله لقضية أنك تصطلح مع أخيك علي من عمان يسأل يقول هل صحيح بأن ملك الموت يسلم على الشخص الذي يريد وقبض روحه علي بارك الله فيك في حدود علمي واطلاعي أنني ما وقفت على شيء من هذا القبيل لأن هذا مرجعه الكتاب والسنة لأن هذا لا يقال بالاجتهاد والرأي وإنما لا بد من الوحي والوحي في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله 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 ولذلك أخي الفاضل أنا ما في حدود علمي واطلاعي ما وقفت على نص بأن ملك الموت إذا جاء يسلم الذي أحفظه بأن ملك الموت يستأذن على الأنبياء فإذا أراد قبض روح نبي استأذنه استأذنه ولقد استأذن ملك الموت النبي صلى الله عليه وآله وآله أخطأ لا المقصود بل للرفيق الأعلى هذه المنزلة فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق فضل يا فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا في خلص سؤال الأخت اللي من عمان الأول أظن والله أعلم هي كان قالت أن الأم ذهبت لخطبة المرأة لابنها ابنها رفض لم يرفض البنت رفض الزواج الآن قال لا أريد الزواج الآن فهي غضبت منه وقالت لن أذهب لخطبة أي مرأة أخرى معك والله أعلم هذا الذي كنته عموما شكرا لك وطبعا الجواب واحد من حيث الجواب سواء الولد رفض أو البنت رفض لكن نحن الجواب هو موضوع كفارة اليمين جزاك الله خير يا فاطم شكرا أبو علي نعم فضل الله فضل عليك مرحب فضل أنت على الهوات فضل أريد استفسر عن كلمة ما قاله سمه للأله لا يدخل الجنة مقاطع رحم أي وحلي هناك جانا في الآية يقول يا عبادي الذين أترهوا أعلم في السماء لا تغنطوا من رحمة الله إن الله يأخرجنا بجميعا إنهم هو الغفور الرحيم أريد استفسار هادب هادب إن شاء الله يا أبو علي أبشر عندك سؤال ثاني يا أبو علي هادب السؤال بك أبشر فضل محمد السلام عليكم عليكم السلام طلع سؤال له الحكمة الدفن في التعبوت في التعبوت بدون لحظ بدون شيء في التعبوت ومغطونه بالتراب طيب سؤال الثاني أنا أخذ بالقول بأنه ما يتنسل فرد ينقو بالرضوع فكيف يغطي جنابه كيف نعم أن تقول تأخذ بأن مسى الفرج ناقض ناقض الوضع في غفل الجنازة يعني في تعميم الجسد بالماء أيوة لمسى الفرج وأنت تغتسل يعني نعم طيب السؤال الثالث السؤال الثالث بالنسبة للحديث لا يحضر لا يحدى أخراج من الأخيرة نفس المكافئة طيب الأطفال إذا كان أطفال مسلمين أو غير مسلمين هل يقطص لا لا أصبر أصبر لا يحل دم مريء مسلم إلا بإحدى ثلاث أيوة منها النفس المكافئة النفس المكافئة أيضا في منهم هو لا يحل دم مريء مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك والديني المفارق الجماعة نفسه بالنفس نفسه بالنفس طيب هل منهم أطفال الأطفال مثل مين أو غير مسلم هل يقطص لهم يعني قصدك إذا قتل الطفل نعم لا لو الطفل مقتول هل القاتل يقتل ها طيب طيب السؤال الرابع هل مناسبا أن يقول أدعو يا جبار أجبر قلبي ولا غير مناسبة طيب السؤال الأخير أسمع داني في دروس العلم أن يقولون فلانا فلانا قرأ على الشيخ ما مقصد بقرأ على الشيخ يعني فتح كتابه قرأ ولا منحفظ إن شاء الله زاجبه يا رسيخ مرحب أهلا وسهلا طيب أرجع علي بارك الله من عمان يسأل يقول ما حكم مراقبة الخدامة في البيت خاصة وأن أهل البيت يضعون الأطفال عند الخادمة وكثرة الحوادث هل يجوز مراقبة الخادمة في البيت علي بارك الله فيك بالنسبة لوضع الكاميرا في غرفة الخادمة الخاصة التي فيها تخلع ملابسها أو تأخذ راحتها هذا لا يجوز وانتهاك للخصوصية وهذا محرم في الشريعة وأما وضع الكاميرا في مكان غرفة الأطفال أو في المكان الذي يوضع فيه الأطفال فهذا لا بأس به بل قد يجب على أهل المنزل إذا فعلا لا يوجد في المنزل إلا الخادمة والطفل في غرفته أو في الصالة أو في مكان ويريدون أن يراقبوا الطفل ويتابعونه عن بعد مثلا أو يسجلوا كل ما يحصل حول الطفل بعدما يعود لا حرج في ذلك على أنهم يخبروا الخادمة بذلك يخبرون الخادمة بأن هناك كاميرا موجودة في هذا المكان لمراقبة الطفل علي من عمان يسأل يقول هل ورد يعني فضل في الاستغفار لأبي هريرة ولأمه علي بارك الله فيك بالنسبة لأبي هريرة رضي الله عنه هو راوية الإسلام ومن خيار الصحابة وأكثرهم رواية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وآله وأيضا لملازمته النبي عليه الصلاة والسلام على شبع بطنه كما صحت بذلك الأحاديث وكذلك ملازمته لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين أخذ عنهم ما كان قبل إسلامه رضي الله عنه وأبو هريرة كان بارا بأمه وكانت أمه تنال من النبي عليه الصلاة والسلام وكان يبكي فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وطلب منه أن يدعو لأمه فدع النبي عليه الصلاة والسلام لأمه فلما رجع إلى البيت وجد أمه قد أسلمت ولله الحمد والمنه فرجع يبكي فرحا بعدما جاء يبكي حزينا فرحا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو فرحا يقول يا رسول الله يبشره بإسلامه ثم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له ولأمه أن يدعو له ولأمه فقال اللهم عبيدك هذا حببه إلى الناس أو كما ورد بل كان يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى المؤمنين جاء في لفظ اللهم أحبب هذا وأمه إلى الناس أجمعين قال أبو هريرة رضي الله عنه والله ما سمع بي يهودي ولا نصراني إلا أحبني يقول محمد بن سيرين وهو من كبار التابعين كنا عند أبي هريرة فكان يقول اللهم اغفر لأبي هريرة ولأم أبي هريرة ولمن استغفر لهما فيقول محمد بن سيرين نستغفر لأبي هريرة ولأم أبي هريرة حتى ندخل في دعوة أبي هريرة ولذلك نعم ورد أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له ولأمه وأيضا دعا بأن يحبب الله جل وعلا أن يحبب أبا هريرة إلى الناس فيحبه جميع الناس قال العلبة ولا يبغض أبا هريرة إلا منافق قلبه ممحوظ بالنفاق لماذا لأن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام حق واستجاب الله دعاءه استجاب الله دعاءه لذلك ما يحبه إلا صالح الأخت فاطمة أشكرها طبعا من عجمان لما وضحت عموما المقصود بالنسبة للأخت من عمان يعني الأهم شيء الجواب أنك تخرجين كفارة يمين سواء ابنك الذي قال أنا خلاص ما أريد أو أهل البنت عموما عليك كفارة يمين أبو علي من رأس الخيمة بارك الله فيه يقول كيف الجمع بين قول الله عز وجل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع يا أب علي بارك الله فيك رضي الله عنك ما في تعارض حتى نجمع بينهما فالآية الكريمة تبين أن من وقع في الذنوب العظيمة ثم تاب إلى الله قبل أن يلقى الله فالله يغفر له حتى لو كان الذنب شركا بالله واضح؟ ولذلك قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا يا عبادي لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميع إنه الغفور الرحيم متى إذا تبتم إذا تبتم إلى الله أما من لقي الله والعياد بالله مشركا فالله لا يغفر له وهو خالد مخلد في النار قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أما من لقي الله قاطع رحم متعمد وما تاب إلى الله عز وجل فالجنة عليه حرام حرم أمدية لا حرم أبدية إذا كان من أهل التوحيد من أهل الإيمان من أهل لا إله إلا الله الذين أخلصوا لهذه الكلمة واضح؟ فما فيه تعارض الله يرضى عليك أبو علي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يعني بالغوا في الذنوب لا تقنطوا من رحمة الله متى إذا تبتم إلى الله لأن الله تعالى غفار للذنوب رضي الله عنك وبارك الله فيك محمد بن السودان يسأل يقول ما حكم الدفن في التابوت يا محمد بارك الله فيك بالنسبة للدفن الدفن الميت في التابوت يدور بين الحرمة والكراهة عند أهل العلم فمن أهل العلم انحرم ذلك ذهب إلى تحريم ذلك ومن أهل العلم انكره ذلك ولذلك أهل الإسلام يدفنون موتاهم دفنا طبيعيا ويخرجون كل ما يضر بالميت من الخشب أو من الإسمنت أو من الحديد أو من الأشياء التي تسرع الفساد إلى جسد الميت ولذلك الدفن بالتابوت ليس من شريعتنا وليس من ديننا ولذلك الأمر يدور بين الكراهة والتحريم عند أهل العلم وأما إذا كان ثم حاجة كأن يكون شخص يعني عافان الله وإياكم مات مقطعا وما استطاعوا يعني جمعه إلا ملمت إلا في وضعه في كيس أو وضعه في كذا هذه حالات استثنائية تقتضيها الضرورة محمد من السودان يقول أنا أخذ بقول الجمهور الذين يذهبون إلى أن مس الفرج ينقض الوضوع لو كنت أغتسل غسل الجنابة ثم مسست فرجي مثلا أثناء الغسل هل ينتقض وضوعي؟ الجواب نعم بالنسبة لمن يغتسل غسل الجنابة وأحدث أثناء الغسل بأي نوع من أنواع الحدث بخروج ريح أو بول أو غائط أثناء الغسل أو مس ذكره كما ذكرت فإنه بعد الانتهاء من الاغتسال يتوضى لأجل الصلاة محمد من السودان يقول بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وذكر منها النفس بالنفس يقول هل يقتص للأطفال؟ يا محمد بارك الله فيك بالنسبة للطفل المسلم إذا قتله شخص بالغ وهو كفء له من حيث الإسلام والحرية فإنه يقتص منه نعم حتى لو كان رضيعا فمن اعتدى على الطفل رضيع وقتله وتوفرت العمدية لا بد من العمدية القصد يعني أنه قصد قتله وليس قتل خطأ لا إنما قصد قتله كما كمن يقصد قتل كبير فإنه يقتص منه لأن نفس هذا الطفل معصومة وهو وإياه يتساويان في العصمة طيب الأخ محمد يقول هل مناسب قول دعاء يا جبار أجبر قلبي محمد بارك الله فيك بالنسبة لهذا الدعاء يا جبار أجبر قلبي لا حرج فيه لا حرج لأن من معاني الجبار الذي يجبر الكسر هذا من معاني الجبار الذي يجبر الكسر ويجبر القلوب المنكسرة فلا حرج فيه مثل هذا الدعاء يا محمد فضلي وفاء أيها فضلي وفاء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت يا شيخ عندي أول سؤال لأمي أمي عندها حديد السوار بهك أكلفتها عشر ألف لنار ليبي فهي تبت تشبيه الحج الحج تكلف على حسابها الخاص أغلى من العشر تبغى تبيعة يعني تريد تبيعة هي عندها السوار وتبيعة تعدي بي الحج لكن التكلفة غالية هل تبدأ تعدي بيها عمرة في رمضان لأن العمرة تطير عادل حج يعني قصدك الآن هي تريد أن تبيع هذا السوار علشان تحج فيه وبعدين قالت أريد أن أعتمر هل العمرة تقوم مقام الحج يعني هل عادي يعني وضعتها خزة من التكلفة الغالية أغلى من السوار تبعثها ولا تروح بنفسها لا بتبيحها وتبي تعدي حج والحج غالي على حسابها الخاص والحمراء والحج على حساب الدولة تكلفتها أقل ولكن من 2010 تحطوا مفارش معني ما حصلتش من يرفعها أوليها الدولة ما عطتهاش سعر سؤال الثاني السؤال الثاني أنا نادرة في 2006-2007 ندر ندر جبت عنتي لتجوزت ندر علي يصيم شهر كامل في عز الحر هذا في 2006 يعني كان عمري 20 سنة بعدين فكرت أني هي تجوزت في 2014 بعدها تفكرت أني نادرة في 2018 صمت ولكن مش متواصل شم صمت وشهر سبعة وشهر ثمانية وشهر تسعة أيام 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 لنطقل 31 يوم هل هذا يجوز والأمين نصير من عاود الكرة ولكن يكون شهر كامل متواصل وأنت قلت لله علي إن تزوجت عمتي سأصوم شهر كامل في شدة الحر إيه هكذا قلت شهر ما قلت ثلاثين يوم لا قلت شهر كامل طيب السؤال الثالث هل يجوز يعني هل أستطيع أني ناقض سلفة أو قرد على حسابي من معاشي وعدي بيه عمرة في رمضان قرد ربوي لا لا نفيش سلفة أو قرد لكن لا نفيش ربا إن عدي بيه عمرة في رمضان شعر لي وفا شكرا يا شيخ بارك الله فيك نرحب أختي فضل يا رباب السلام عليكم يا شيخ وليكم السلام الله الله يعطيك العافية بس عندي سؤال واحد مهم مرة ودائما أفكر فيه الوالدة أنا عايش بفعدية بس الوالدة خداها أخوي برا للعلاج وهي طريحة الفراج لها أكثر من 22 سنة تقريبا خداها أخوي مريضة هي تعبان وسولة عملية وطول الوقت منسد على الفراج فزاد وزنها صارت مرة تقيلة طبعاً أنت تعرف دكتور ضراء ما في شيء اسم حرمة أو رجال أو ممرضة أو كده فأحياناً يدخلون عليها عشان الله يعزك ويعز السامعين يغيرون لها البان برز أحياناً مثلاً ممرضة ممرضة أحياناً ممرض أحياناً يضطر أخوي أنه يروش يعني كده أو يغير لها طبعاً يطلعون على عوراتها دكتور ويعني حفل هذا كثير وهل عليهم دم هي ما تقدر تتفرق ما تقدر تسوي شيء في نفس الوقت لازم اثنين يساعدون يعني عشان يقلبونها يغيرونها ينظفوها إن شاء الله فلازم يعني لازم يطلعون عليه إن شاء الله أبشر يختلف هذا الله يبقى مرحب طيب الأخ محمد من السودان يقول أسمع دائماً في الدروس العلماً يقول فلان قرأ على الشيخ يقول يعني ما معنى ذلك يا محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك طبعاً هذا مصطلح معروف عند أهل العلم بأن فلان قرأ على الشيخ لكن هذا يختلف باختلاف الحال فأحياناً يقال قرأ عليه مثلاً في باب المصطلح قرأ على الشيخ وفي أحياناً في أبقية أبواب العلم يقولون قرأ على الشيخ في الفقه مثلاً أو في التفسير يختلف لكن بالنسبة لما يتعلق في الحديث قرأ على الشيخ يعني قرأ على الشيخ هذه الأسانيد أو هذه الأحاديث بأسانيدها يكون هو الذي قرأ على الشيخ والشيخ يسمع أو يستمع عليه الشيخ يستمع عليه ولذلك بالنسبة لمسألة القراءة هناك منها ما يكون الشيخ هو الذي يقرأ ويستمع الطلاب منها ما يكون هناك الطالب هو الذي يقرأ والشيخ يستمع ويصحح وأنواع هذه ممكن تراجعها في كتب مصطلح الحديث وفاء من ليبيا بارك الله فيها تقول والدتي عندها سوار ذهب يعني تقريبا قيمت عشرة ألاب دينار تريد أن تذهب إلى الحج لكن ما استطاعت من سنوات هل يمكن أن تبيع وتعتمر فتكون مقام العمرة مقام الحجة يا وفاء بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وأسأل الله تعالى أن يسر لها الحج إلى بيته العتيق وأن يكتب لها الأجر وبشريها بأن هذه الرغبة وهذه النية مأجورة عليها بإذن الله لكن أخت الفاضلة بالنسبة لي العمرة في رمضان تعد الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الثواب وليس من حيث الإسقاط إسقاط الحج وركن الإسلام لا وإنما الثواب الأجر والثواب كحج مع النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا ما يسقط ركن الإسلام فيبقى الحج موجودا ويسقط عن غير المستطيع والد غير مستطيع فالله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل نبي عليه الصلاة والسلام لما قال عن أركان الإسلام قال وحج البيت من استطاع إليه سبيل فالوالدة معذورة بارك الله فيك لكن هذا ما يمنع أن تذهب إلى مكة لأداء العمر في رمضان ولها أجر ثواب حج مع النبي عليه الصلاة والسلام وفاة تقول أنا في 2007 نذرت إن عمتي تزوجت سأصوم شهرا كاملا تقول في شدة الحر وكان عمري إذ ذاك عشرين سنة تقول صمتها لكن متقطع يا وفاء بارك الله فيك أولا بالنسبة للنذر يجب الوفاء به مع أنه مكروه في قول جماهير أهل العلم وبعض العلم ذهب إلى تحريم النذر ويجب الوفاء به لماذا لأن عبادة ألزم الإنسان نفسه بها ولم تجب عليه بأصل الشرع الله عز وجل ما أمرك يا وفاء أن تصومي شهر في شدة الحر لا أمرك أن تصومي رمضان فأنت ذهبت بكامل قواك العقلية وبكامل إرادتك وامرأة بالغة عشرين سنة وقلت يا رب إن تزوجت عمتي سأصومي لك شهر كامل في شدة الحر والحمد لله عمتك تزوجت بقي عليك النذر النذر قلت شهرا كاملا يجب عليك أن تصومي شهر من الهلال إلى الهلال ولا يجوز لك أن تصومي أياما مفرقة لأنك لو قلت ثلاثين يوما نعم يجوز أن تصومي مفرقة لكن قلت شهر فالشهر الشرعي واللغوي هو الشهر الذي يبدأ من ظهور الهلال وينتهي بظهور الهلال فيبدأ للشهر الثاني ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك لابد أن تصومي هذا الشهر في شدة الحر كما ألزمت نفسك بذلك وأنا أحذرك من التأخر أنت تأخرت كثير يا وفاء لأنك أنت الآن مشغولة بعبادة مشغولة بطاعة ألزمت نفسك فيها ولا تنقضين العهد الذي بينك وبين الله أنت الآن تخافين لو نقطت العهد بينك وبين مخلوق كيف بالخالق سبحانه وتعالى أنت الذي عقدت هذا العقد قلت يا رب وفق الله عمتك واستجاب الله دعائك رحت تنقضين بادري إلى صومي هذا الشهر في شدة الحر كما ألزمت نفسك بذلك لا تصومين في الشتاء تصومين في شدة الحر لأنك أنت ألزمت نفسك بذلك وهذه من عجائب الذين ينذرون من عجائب الذين ينذرون وجاءنا في هذا البرنامج عجائب وغرائب في قضايا النذر يمكن لي تابعنا استمع إلى كثير منها وفاءة تقول هل أستطيع أني أخذ سلفة مثلا على معاشي لأذهب عمراء في رمضان أختي وفاءة الجواب نعم يجوز لك أن تستلف على المعاش مثلا سلفة من غير أن تكون ربوية مثلا قرض مثلا على المعاش أو يعني ما يكون في زيادة وتذهبين عمراء مع الوالدة مثلا ومع محرم لكم والأجر مكتوب إن شاء الله رباب من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول الوالدة أخذها أخوي للعلاج في الخارج هي طريحة الفراش من 22 سنة والدولة اللي هم فيها ما عندهم تفريق يعني بين رجل وإمرأة وكذا تقول للأسف يدخلون عليها أحيانا ممرضين وممرضات ورجال وتقول أخوي أحيانا يغسلها مثلا يصير كشف على العورة لأنها تلبس حفاظه وشيء من هذا القبيل أختي رباب أسأل الله يلا تفضلت فضل يا مريم السلام عليكم رحمة الله بركاته السلام وتباركاته فضل يا مريم من فضلك يا شيخ نبي يسألين الله يجلسك حيانا فضلت سؤال الأول الحديث الرسال الصلاة أنا أحفظه جيدا من صلى ثلاث الفجر في الجماعة معنى الحديث وجلس حتى تشرق الشمس هل هذا الحديث ينطبق حتى على المرأة في بيتها مثلا صلة الفجوة هي في حلقة حلقة ذكر حلقة قرآن في الواتساب في الزوم إلى أن تشرق الشمس وتصدي ركعتنا وحتى ولو غيرت المكان هذا الحديث ينطبق هذا يا شيخ سؤال الثاني نعم تسمعني يا شيخ تفضلي نعم نعم سؤال الثاني السؤال الثاني أخت تسأل هي مرأة مطلقة عندها بنت واحدة وتريد أن تكتب لها أملاك ما تملك أملاك تكتب لها كل ما تملك هذه المرأة وعندها إخوة إخوة للمرأة وليس للبنت فليهجوز لها أملاك هي لا تريد أن تطدم إخوتها ولكن تريد أن تكتب كل ما تملك لبنتها في حياتها ولكن عندما تكتب لها تقول لها لا تتصرف الشرط لا تتصرف في هذه الهيبا حتى تموت هل هذا يجوز أم لا يا شيخ طيب يا أمريم طيب الجواب على سؤال الأخت رباب الذي ذكرته قبل قليل أخت الفاضلة أولا أسأل الله تعالى أن يحفظ الوالدة وأن يكتب أجرها وأن تعود سالم الأمر الثاني لا يجوز للرجل أن يكشف على والدته أن يكشف على عورة والدته فكيف بالأجنبي كيف بالشخص الأجنبي وإنما تقوم على والدتك ممرضة وقضية كونها في دولة أجنبية مثلا يجب أن يفهمون بأن نحن عندنا تعاليم شرعية عندنا عادات عندنا شيء ويفهمون بهذا الأمر ولا يجوز السماح لرجل أن يكشف على والدتك حتى لو كانت كبيرة في السن وأيضا بالنسبة للأخ لا يجوز له أن يكشف على عورة والدته ولو تطلب الحال أن يستصحب خادمة معه أو يؤجر خادمة هناك أو يؤجر عاملة أو امرأة أو ممرضة تقوم عليها قيام خاص هذا أولى يفضل حالات الضرورة ممكن قاعدة شرعية عندنا الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها أيضا وليست مفتوحة لا بقدرها فالأصل أخت الفاضلة تخبرين أخاكي بأن الأصل لا يجوز إلا في حالة الضرورة لكن هل هناك حلول؟ الحلول كثيرة أولا تخاطب الجهة المستشفى مثلا أو المركز ومركز الرعاية فلنحن من أهل الإسلام هذا حرام عندنا نريد امرأة فقط أعتقد ما يخالفون الأمر الثاني إذا ما استجابوا تستأجر ممرضة أو عاملة مثلا تكون مع الوالدة تكون مع الوالدة الحالة الثالثة إذا والله ما فيه ما فيه إلا إلا هذا الأمر هذه مسألة ضرورة بارك الله فيك أم مريم فرزة تسأل عن حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة ثم جلس حتى يذكر الله حتى تشرق الشمس أو حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كتبت له حج إلى آخر تقول هل هذا ينطبق على المرأة؟ أختي أم مريم بارك الله فيك يعني ليه جواب سابق حول هذا الحديث أولا بالنسبة لهذا الحديث يعني لأهل العلم كلام في ثبوتي وعدم ثبوتي والراجح أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الثاني فيما يظهر من الحديث أن المقصود به من صلى الفجر في جماعة من صلى الفجر في جماعة ولذلك تخرج المرأة عن مثل هذا الفضل من صلى الفجر في جماعة ثم جلس والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد إحياء المساجد لأن المساجد إنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولذلك يبقى الإنسان الأمر الآخر أن يرتبط الإنسان بالصلاة خاصة صلاة الجماعة وأن يكون له حضور وأن يعتني وأن المسألة ليست قضية فقط أصلي واركض وأمشي لا تجلس تذكر الله خاصة في هذا الوقت الذي هو من أفضل الأوقات فيه من صفاء الروح وفيه من بداية اليوم التي ينبغي للإنسان أن يبقى حتى يبدأ يومه بذكر الله سبحانه وتعالى لكن هذا ما يمنع أو هذا لا يعني بأن المرأة ما تنال الأجر والفضل المرأة صلاتها في بيته أفضل من صلاتها في المسجد الحرام إذا كانت من أهل مكة مثلا صلاتها في بيته أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم و لذلك المرأة لما تصلي في البيت أفضل منها تذهب إلى المسجد و مكثها بعد الصلاة مكثها بعد الصلاة فيه أجر كبير و ثواب عظيم لكن ليس كالأجر الذي يذهب إلى المسجد ويمكث فيه حتى تطلع الشمس فترتفع فيصل لركعتين لها أجر اللبث لها أجر احتساب البقاء لها أجر الذكر ستنال أجر أذكار الصباح ما يحصل منها من تسبيح وتهليل وتعظيم لله عز وجل ما تقوم به من خدمة في البيت ولذلك لو تحركت وقامت بالواجبات وهي تذكر الله لها فضل كبير وثواب عظيم أم مريم تقول هناك أخ تسألها بأن ليس لديها إلا بنت واحدة وهي مطلقة وتريد أن تكتب كل ما تملك بإسم ابنتها تقول قالت لها إخوة هذه المرأة لها إخوة واشترطت على البنت بأن ما تتصرف في هذه الهبة إلا بعد الوفاة أم مريم بارك الله فيك ورضي الله عنك أولا أخبر هذه الأخت بأن لا تفعل لا تفعل ولذلك تترك الأمور على ما هي عليها وما تدري من الذي يسبق الآخر كثير من الناس وهبوا ثم ذهب الأولاد فافتقروا افتقروا يعني حصل عندهم فقر أو الأولاد تصرفوا بهذه الهبة ولذلك الهبة أصلا الهبة ما يملكها الشخص إلا بعد القبض لا بد أن تقبضها ولذلك تلفاظها ما تدري هذه الأخت أيهم أكثر نفعا لها بعد الوفاة قد يكون إخوانها أكثر نفع من بنتها بعد الوفاة ما تدري تترك الأمر على ما هو عليه والله تقول أنا أحب أهب بنتي الآن تهب بنتها الآن وتقبضها بشرط أن لا يكون هناك نية سيئة تقول حتى أحرم إخواني مثلا لا وإنما تهبها يجوز الإنسان أن يهب ما له لأولاده بالعدل وما دام ما عنده إلا بنت واحدة يجوز لكن إذا أرادت النصيحة لا تفعل لا تفعل وتترك الأمر على ما هو عليه انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج ألتقيكم غدا بحول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون